مرحبا بكم مشاهدين الكرام سعيد بلقياكم في نشرة الاخبار هاته وهذا ابرز عنوانها يارب السلامة شفو شقع لشاب ورفيقته فوق سكة الطراموي لقي مساء امس الاثنين شاب ورفيقته كان على متن دراجة نارية مصرعهما بطريقة مروعة بعد استضامهما بقاطرة الطراموي على مستوى محطة الوازيس في مدينة الدار البيضاء وحسب شهود عيان فان الشاب الذي كان يقود الدراجة النارية مع صديقته في جولة بالمدينة قام بتسليم القيادة لرديفته لتنطلق بسرعة نحو سكة الطراموي وصادف ذلك مرور قاطرات الطراموي الخطة الاول الذي يؤمن الرحلة بين سيديموم وعيد دياب لتصدم الدراجة النارية بقوة ويلقى الشابان حتفهما هذا وتدخل رجال الامن وعناصر الوقاية المدنية لنقل جثة الشابين لمركز التشريح وتدخل عمال الصيانة تابعين لشركة كازاترام لاصلاح مقدمة القاطرة المتضررة في الحادث